من ريف دمشق رواد الشامي مراسل شبكة شامي يعني رواد ما هي آخر تطورات الأوضاع الميدانية الآن في دمشق نعم نبدأ مع ريف دمشق وتحديدا في القلمون حيث وصلنا هذا الخبر العاجل الآن عن تنمير الدبابة الثانية اليوم في اللواء 81 قرب مدينة أرحيبة من قبل اللواء الإسلام باستهدافه بصاروخ من نوع كونكورس طبعا مدينة جيرود اليوم أيضا تعرضت للحملة الأشرس على مدار اليومين ماضيين حيث شهدت منذ الصباح الباكر عدة غارات من طيران الميك بقنابلة فراغية أدت لسقوط أربعة شهداء بالإضافة إلى عشرات أجرحى طبعا نتيجة استهداف أحد الأبنية بصاروخ فراغي أدى إلى تهدم كامل للبناء حيث حدث نقص شديد بالدم وأطلقت المشافي في المدينة داءات للأهالي ونداءات بسبب التبرع بالدم ننوه لأن جيرود هي بلدة تقع بين بلدتي الناصرية وبين بلدة أرحيبة عدد سكانها أربعين ألف بالإضافة إلى سبعين ألف من أخوتنا النازحين إذا تحولنا إلى آخر تحركات الجيش الحر ضمن معركة الخضوع لله عز وجل بريف دمشق آخر تطورات هناك نعم آخر تطورات وهو هذا الخبر العجل بالتدمير الدبابة من نوع 72 في اللواء 81 بالإضافة إلى تدمير أيضا دبابة عند الساعة السابعة والنصف صباحا هذه هي آخر تطورات اليوم نعم طيب واترة الانشقاقات ربما أخذت بالتزايد هذه الأيام يعني حدثنا عن هذا الموضوع بالتفصيل نعم هناك وترة الانشقاقات ارتفعت بشكل شديد في هذه الأيام وخاصة في مناطق الزبداني وقرب وادي بردة نعم أشكرك شكرا جزيلا سيد رواد الشامي مرسل شبكة شام شكرا جزيلا لك